في تصريح لكابتن واقل القباني لعب نادي الزمالك السابق طالع بيقول لك ايه? الاهلي فاز على برمزه هو مش في احسن احواله. او من هو كان سايق جدا. وفاز بصعوبة. ده غير ان بيقول لك ان رقلة الجزاء بتاعة النادي الاهلي. اللي هي في المباراة الاولى يعني. اللي هي المباراة اللي فاتت. رقلة الجزاء غير صحيحة. وده باجمع كل خبراء التحكيم. التصريح التالت او الكلام اللي هو رقم ثلاثة. طالع يقول لك ايه? طالع يقول لك ان بيرامدز يستحيل ان هو ممكن يخسر المطش الجاي اللي هو بتاع بكرة ده. يستحيل ان هو يخسر المطشدة. عشان عشان خاطر هو عارف ان هو لو خسر المطشدة هي هيساهم في ان هو ممكن يخسر الدول. نمشي بقى واحدة واحدة. اه الاهلي فاز بصعوبة. اه الاهلي فاز بصعوبة. بحجمة عنترية او بشوط عنترية من محمد مجد افشا. دي حاجة احنا كجمهير نادي اهلي معترفين بها. لو هتيجي تكلمنا عن راكلة الجزاء الغير صحيحة باجمع كل خبراء التحكيم. طيب انا معايك في دي. بس في نفس الوقت بص على الناحية التانية الاهلي ليه ضربتين جزاء. بتاعة امام عشور وبتاعة حسين الشحاد. واحدة واحدة. لو هتيجي بقى تقول لي المباراة اللي جاية لازم بيرامة زيكسة فيها عشان خاطر المباراة اللي جاية هي اللي هتساهم في فوز الدوري. او في المنافسة على الدوري. فانا اقدر اقول لك ان بقى لنا تلات سنين بيرامة زيكسة بالاهلي غير فمباراة كانت تحصيل حاصل. خدوا فيها تلات نقط والاهلي اصلا كان حاسم الدوري. فلو هتيجي نتكلم عندك بيرامة زيكسة كل موسم بيشتري لعيبة. معلش على الاعلى مستوى. وفي الاخر ما بقافش يعمل حاجة. يا راجل ده وصل لمرحلة. ده وصل لمرحلة ان هو غلى التذكرة من خمسة وسبعين خلاها ميتين جنيه. عشان خاطر جمهيري النادي ايها مجيش. انت شفت المرحلة اللي وصل بيها. مجلس ادارة نادي بيرامة وصلت لحد فين? فاتمنى من كابتوري القباني بما ان هو ظهر على في مجال الاعلام او في مجال ان هو يبقى ضيف في كذا برنامج زي ما هو ما بدأها جريت يكملها لحد الاخر. ليه? عشان انت كده بتكسب تحترام كل الجماهير. سواء كان جمهور الزمالك او جمهور النادي الاهلي. فلازم تكون على الحيادية. مش تقول كلام بحيث انك انت تفرح جمهور معين وتحزن جمهور تاني. لانك انت لو هتيجي تتكلم اه انت قلت ان ركلة الجزاء بتاعت النادي الاهلي غير صحيحة. وده باجمع كل خبرات تحقيق. مع العلم انك انت لو جيت بصيت في ضربة الجزاء نفس اللي حصل في ضربة الجزاء بتاعت النادي الاهلي حصلت مع نادي الزمالك قدام النادي الاهلي وتحسبوا ضربة الجزاء للزمالك. ما فيش حد عارف تتكلم. وقالك ده تهور. طب ما ده برضو تهور. من الدفاع. تمام? سيبك بقى من ده كله النادي الاهلي ليه اصلا ضربتين جزاء. وما تحسبوش. فزي ما انت ما طلعت وتكلمت على موضوع ضربة الجزاء الغير صحيحة باجمع كل خبرات تحكيم. كنت تطلع كمان? او كنت تكمل كلامك واقول اه النادي الاهلي ليه ضربتين جزاء وما تحسبوش وساعتها كل الجماهير النادي الاهلي هتحترمك. انما ما تقولش موضوع معلومة وتسيب الباقي. او ما تقولش الطرف وتسيب باقي الخيط. هو ده اللي بيفرق. وهو ده اللي محبب جماهير النادي الاهلي في كابتن حلم طولون في كابتن حسن شحاتة في كريم حسن شحاتة ابن كابتن حسن شحاتة عشان خاطر رغم انتماءهم ان هما زمالكوية بس بيقول لك المعلومة ما بيستخفوش بعقل المشاهد. بيقولوا المعلومة الصحيحة للمشاهد. ما بيستخفوش بعقل المشاهد. بس هو ده كل كل كلامي من ناحية التصريح كابتن واقل القباني.